اه نعود من جديد لي نتابع ولي نتامم ما قلناه في الفيديو السابق. العلاقة دي التصريح. دي جاءه في التصريح لما كانش واضح. اللي ماشي النقابات كاملة اللي دعتلي تتبنى اذاك اذاك بتصريح ان احدى النقابات فقط هي التي قامت بتصريح وهو يلزمها. بدلا من قول النقابات تستابق الحوار الاجتماعي كان لابد ان يقول احدى النقابات تستابق الحوار الاجتماعي. باش تكونوا واضحين. اذا قبل كل الشيء نحييكم بتحية الاسلام وتحية الاسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما قلنا في الفيديو السابق ان فعلا بالموسى لم يخلف بالوعديه. وكان في الزمان في المكان. وكل شيء ان تم برمجته في اتفاق المرحلة ديه 18 يناير الفين وثمين واثنين وعشرين. تم انجازه وفق البرمجة الزمنية المحددة لتم احداثه يعني لجنة ديه البرمجة الزمنية والموضوعات. فعلا اللجنة اه اللقاءات كان بكلها منتظمة. الحضور ديه النقابات كان منتظما. وكان منسجما. يعني في اللقاءات التقنية والموضوعاتية. كان جو ايجابي. كان هناك تراضي. كان هناك تشارك. كان هناك توافق. كان هناك تلاقي في الرؤية والتصور. مش مجيش واحد من غي تنزلت شيء. يقول لك لا. رأى الوزارة اللي دارت. رأى الوزير اللي دار. الوزير ما دارت دهاجة. كل شيء كان رضائيا. زواجا رضائيا. وليس بالاقراح. مزيان. باش نكونوا فاهمين. وحتى النظام الاساسي خستنكونوا فاهمين. انه خستك تسمع تسمع. اش تيقول صريح ديه في قبة البرلمان. مني قال سي شاكم بن موسى. ما قالش اعداد النظام الاساسي. قال مراجعة النظام الاساسي. خصوص بالنظام يكون متابل بحل هذا الشيء. فهو غير نظام اساسي ديه اللي فيه وثلاثة. بنقهاتين جديدة. هذك شاء لاش قال لهم سي شاكم بن موسى. وديروا لي الحصر ديال الاختلالات. تجاوزات. تحراميات. وتشاليف ياللي ما غيعرفوش يديروا ليها. يعني اي حصروها. انا لا حصروها را تكون زين. باش يحصروها هذك ما غاد يكونش. ما غيقدرش يحصروها. غيحصروه اختلالات النواقص الى اخره. هاد الاختلالات والنواقص اللي احنا الان آآ وصلنا الف سبعمائة فيديو. ونحن ننادي بها منذ قرابة ثلاث سنوات. والحمد لله استمع السيد شاكم بن موسى. وفعلا. ان جميع الذي يعني المذكرات التفصيلية والمذكرات. ويعني الاشياء اللي كنا ترفعها. ما قمنا بالوطائق تبوتية الى اخيرية. فكنا دائما نشير الى الاختلالات التجاوز التحراميات الجريب. والاخطاء الجزيمة التي ارتكبت في حقنا. نحن ومنطقة عندنا بالسلم التاسع ضحايا المادة من او اتناعش تقاعدنا مالي فيون ثلاثة الفين واربع عارفين وخمسة. الذين كاننا مستهدفين كفئة جد متضررة من اجناجة المادة من اجل الانصاف. ورغم ذلك تقاعدنا بالسلم التاسع. وللاسف الشديد عندما قاموا بيعني بجبر الضرار وبتصحيح الاعطاء دي النظام الاساسي دي الالفين وثلاثة. بدلا ما يقوموا بتصحيح الاخطاء اللي ارتكبوا في حقنا. قاموا بانصاف من يعني كانوا ضحايا فالسيفية يعني غير مستهدفين. لم يكونوا ضحايا البتة من الفين وثلاثة لانهم استفدوا من المادة مائة اتناعش كرها لما كانش من حقهم. ودازوا للمرة التالتة او الرابعة بست سنوات من التاسع العشر. ولا المرة الرابعة والخامسة مروا الى السنة من عشر بست سنوات فقط. اتناعشر سنة خطوا جو السليلم. الله يخبطهم من فوق سلوه من الفوق يجوه على الزيرو. اذا كما قلت ساكيب بن موسى قاد الامور ديالو والتازم باذاك الشي بالبنود ديالتفاق ديالتمنتاش يعني. اذا اشي جرق? اشي جرق? اشي جرق? على شاكيب بن موسى مني? تتقول يا. يا فلان تتقول بان راي التازم بالمحضار. بالبنود ديال المحضار. ورئيس الحكومة راي التازم كذلك اقال لك هاد الملفات الملف المطلبي اللي فيه اه اش هاد? سبا وعشرين ملف في اوي. سيتم تنزيله وتسوية اما ما قلفها الثامن. يعني راي التازم باذاك الشي. والتازش هكيب بالموسى الكازم بالبرمجة الزمنية وبخارطة الطريق وبالتصور دياله الى اخيره. اذا في سبا وعشرين كان كل شي جاهز. ولكن كان تنقصه شي. النظام الاساسي هاد الجديد اللي هو غير مراجعة ديالنظام ديال الفين فلاته وسيتم تتميمه تغييره اه 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 تعديل بعض الاشياء البنود الى اخيره. وايضا ماذا بالحد في تصحيحه بالحد في او اه اه بالزيادة او بالحد. فقط. بحال غتدير شي طرمين. ديال. بقى نقولوش الباكارة نقولوه الترمين ديال شي بينا يقديمه وبو تتعاود لها اهلا. شي شعلي قديم تاريخي الى اخيره. هال شي اللي وقع. اذا دقاش وقعها. اه المشكلة مرتبطة بالنظام الاساسي ما بغاش ينزلوه ناقصا. خاصوتي تنزل كامل. هنا رجاء هدا 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 التصريح اللي خرج به هاد النقادي بدلا ما يوضح هاد شي اللي غادي نقول. ده هو تهضر في العموميات ويوهم بانه رايس طابقه الحوار اجتماعي. في حين هو خاصو يهضر لنا للحوار القطاعي وعلى الاتفاق ديال 18 يناير. وعليش ما كانش اه يعني ما تمش تنزيل ديال نظام ديال اه نظام الاساسي الجديد في الوقت دياله. وعليش تم تأجيله. هذا ما بغاش يقوله. وبدأتي يوهم بانه الحوار اجتماعي الحوار الاجتماعي. دكش اللي تتعافقوا عليه. راه هو يعني راه دار المأساسة ديال الحوار الاجتماعي. وجدوى الاعمال دار اللي غادي تعرض في الحوار الاجتماعي. والجولة الاولى راما غادي تبدأ تل الجولة الاولى. راما غا تبدأ ديال الحوار الاجتماعي اللي غا تبدأ في شوتنبير. من غا تعطى الانطلاقة الى اخيره الى اخيره. ورا قلنا ذاك شي كبير. اذا شنا هو المشكلة? مني جاء وقال لك ما اعطونا شي موعيد قار. اش كان تعني? تعنيش بها? يعني الاتفاق ديال التمنتعة عشرين ايه. هو تعني بها الحوار الاجتماعي والنصوص التنظيمية. اللي تأخرت اللي كان من المفروض انها خلال شعر اه جوان تقريبا على ابعاد التقدير خاصة تكون خرجات النصوص التنظيمية ديالاش? ديال هذك شي اللي تتعافقوا عليه في الحوار الاجتماعي. تقول ليه كيفاش? تقول لك بحال مثلا هو راح. ليش ما هذرش على عشرة في المياه ديال القطاع الخاص? لانه هو بما انه في القطاع العام هذر على الاشياء اللي تخص القطاع العام. لك شي عليش هذر? مثلا هذر على المساعدين التقنيين والاداريين. اداريين والتقنيين. مساعد اداري والتقني. ديال السلم السابع اللي تم حد جوه. وللاشارة. لزاد زوان تيكنيك اه ادمينيستراتيف. اه لزاد زوان تيكنيك اه ادمينيستراتيف. اللي في السلم التامين والتاسع هذر تقولوا ليهم انباق وستاقني. يعني هما بايخص يكون عندك شي حاجة استاقني. اللي غادي فتحوا ليك فتحوا ليهم الترقي الى الدرجة الممتازة. لان هذر مساعدين الاداري والتقنيين. فهم تيخصوا القطاع العام كامل. القطاع العام ديال الوظيفة العمومية. النظام العام ديال الوظيفة العمومية. فهم اطر مشتركة بين الوزارات وقينا في تيخدموه في وزارة التربية الوطنية. اذا خاص يتحل المشكل ديالهم عند اصلاح الادارة. سيدا غيتا مزور. وهاد الشيء اللي اشترحوا هوما مركزيا بالعوارش ديماعي. في انت ما في غاية يتحل ما الشيحة بن موسى. بن موسى لا ما يمكنش ليحل هذا لان هذا يدير المشكل كامل. تانيا تيخص القطاع العام كامل ووظيفة العمومية كامل. ديال التقنيك اه اه ادمنستراتيف ايه تكنيك. لزاج جوان. مساعدين اداري والتقنيين. بعد خطرة تتمشي ليحش يا عزقة البياني. ما تدير. مهم را لو كونتاكس. رانتم معارفين السياق. ديال الكلام را ادفعهم مني. اذا كيفاش هذه المسائلة? انا نقول لكم كيفاش. لانا قال ليك هو ميمكنش لي نطرح النظام الاساسي راه واجد. مدام قال لكم ما بايش نطرحو كاملا. اذا راه واجد. خاصو غير ديروتوش اللي خاصوهم يدخلو لي. اللي باقي نخاصو متي تطرحو في النظام الان. ديال الوظيفة العمومية. اللي من بعد. يطرحهم بن موسى في النظام الاساسي ديال ديال الوزارة الطربية الوطنية. هتقول لي بحالاش. هنقول لكم مثلا كان تلاتة وتلاتين في المية الحاصيس في تلاتة وتلاتين في المية. اذا في النظام الاساسي الان لبغي يدير بن موسى النظام الاساسي راي يدير تلاتة وتلاتين. وخافي الحوار اجتماعي قالوا بان نارى الحاصيس ديال تلاتة ثلاثة في المية خاصو يقول لي ستة وتلاتين في المية. خاصو يقول لي ستة وتلاتين في المية. ولكن بن موسى ما يقدرش يدير ستة وتلاتين في المية في النظام الاساسي ديال 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 الوزارة. علاش? لانه اصلا باقي ما اتطرحش في النظام العام ديال ديال الوظيفة العمومية. علاش ما اتطرحش? لان النصوص النظامي اللي لها هادسي لكي الناقة دي انها باقى ما صدرتش وتأخرت. هذك شها ليش قال لك هو ما ما قالوش ليهم موعد قار انت غي خرجوا عذوك النصوص التنظيمية. اما الموعد دي المؤسسة الحوار ما عرفه في شو تنبيه. وكان من المفروض كان من المفروض ان النصوص النظامية تصدر قبل من شهر سبعة. باش نصوص تنظيمية لي هذك شي اللي اتعافقوا عليه. بحال الحل المشكل ديال اه يعني انه ساعدين تقنيين والاداريين. بحال اه اذك الحاصيس اللي غادي يقول لي ستا وتلاتين في المياه. بحال احداث الدرجة الممتازة اللي غادي تكون في النظام الاساسي. لانه غا تكون درجة ممتازة كهي غادي تكون متضمنة في النظام الاساسي ديال وزارة التربية الوطنية. ولكن رها باقة ما خرجتش النصوص النظامية ديالها باش تكون اصلا خاصتها تكون في الاول في النظام العام ديال الوظيفة العمومية. خاصة تخرج النصوص التنظيمية ديالها وخاصة تضمن اصلا تخرج في الجارية الرسمية وتكون اصلا في النظام ديال العام ديال الوظيفة العمومية. لان النظام ديال خاص بموظف وزارة التربية الوطنية ريس نصوص دياله من النظام العام ديال الوظيفة العمومية. وبما ان هذك شلي اتفقوا عليه. بحال احداث الدرجة الممتازة او الدرجة الجديدة. اللي غد تم احداثها في النظام ديال وظيفة ديال اه وزارة التربية الوطنية. راح باقا ما تحدشتش. باقا لم يتم احداثها داخل النظام العام ديال الوظيفة العمومية. عفوا انتي دير داخل الوظيفة العمومية. خاصة تتحدث اولا درجة الجديدة. وتخرج النصوص النظامية ديالها. وتحدث داخل النظام العام ديال الوظيفة العمومية. وايضا الحصيص اللي ترتفع بستو ثلاثة اللي عيو اللي استو ثلاثين في مياه. خاصة تتخرج النصوص النظامية دياله. ويحدث داخل النظام العام ديال الوظيفة العمومية. وتحل المشكلة ايضا ديال المساعدين التقنيين والاداريين داخل النظام العام ديال الوظيفة العمومية. وذلك بالنصوص دياله التنظيمية. تكون عنده النصوص التنظيمية كيفاش غادي الدار. اذا هادك الشي? هاده هما النقاط اللي باقين خاص النصوص النظامية ديالهم. مثلا ديال الحاصيز ديال 36% ديال الدرجة الجديدة ديال حل المشكل ديال المساعدين التقنيين والاداريين. تصدر النصوص التنظيمية ديالهم في النظام العام ديال الوظيفة العمومية التي تشرف عليه الوزيرة المكلفة لدى رئيس الحكومة. اه الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي واصلاح الادارة الاستاذة غيتا مزور. انا ديك يمكن يعني اضافة الحاصيز ديال 36% ديال جيدك ساعة من يولي في النظام العام ديال الوظيفة العمومية. هديك ساعة لي يمكن لي بن موسا يدخله في النظام الاساسي ديال اه ديال وزارة التربية الوطنية. لانه ما يمكنش يدخل واحد حاصيز ديال 36% و هو باقي لم يحدد باقي باقي ما تحددش. باقي ما خرجتش النصوص التنظيمية دياله باش يحدد داخل النظام العام ديال الوظيفة العمومية. وايضاً الحل ديل المشكل ديل دي ال آ Things التقنيين واليداريين بقي ما تحلش بقي ما استدرش النصوص التex영ية ديالو اللي غد يتكون في النظام العام ديال الوظيفة العمومية. وبالتالي يتم آه اضافته في النظام الخاص ديال اطور مششق بين وزارات آآ بين الوزارات ديال مساعدين التقنيين واليداريين باش يتحل باش توو يكون في النظام الاساسي الجديد ديال الوزارة التربية الوطنية. وايضا احداث الدرجة الجديدة التي خصت تحدث في تخرج يعني آآ النصوص النظيمية ديالها وتحدث يعني داخل النظام العام ديال الوظيفة العمومية. انا داك يمكن وليش اكي بن موسى باش يحدثها داخل احداث درجة الجديدة داخل النظام الاساسي الجديدة. فهمتوش كين? واش فهمتوش نهو? علش نهو السباب? السباب دي التأخير. اذا نحاولو باش تبارضاجو على نتيقن واسح تتعم الفائدة. حاولو باش تجوا على القناة ديروا اللايك. وديروا الجيم. وجيم يا جيم. يا حبيبي انت. وفرقوا لي. وزعو باش يعني تعم الفائدة. ورفع اللبس. ورفع اللبس. دي منهم تجيبوا المعلومة ملغومة. بينها ستار. بينها والله لعليها تبنى. والله لعليها ستار. اذا نوز نطاق واسعة. وكنت منه ان تفرج ان شاء الله. والله لو وضعنا اليد في اليد. ما استطعنا ان ننصف الجميع. بدون استثناء. ولكن الزلال كان عندهم رأي اخر. كان كل واحد يصوت على كوالته. وكان كل واحد يعني تشوف المصلحة ديالو الداتية. هاي واحد يقولوا لي رأي تترقى ما يعقلش ليك. وخارف كتلي منضرور. كيف شو عقل? واحدة عنده انطاق واسطاقني. مرقي مرة واحدة. فوظف بالتامن تقعد بالتاسع. مقيد في جدول ترقي قبل ما يتقعد. بكتر من ثلاثة سنين. تتحدث للمناصب المالية ديالنا. بكتر من ثلاثة سنين قبل ما نتقعده. ديروا فينا الكوطة. والكوطة في الاصل كانت من اجل الترتيب ديالنا. لانا توزعنا عبر اربع دفوعات في من ثلاثة في حدود اربع سنوات. لانا ترخيص استثنائي. والترخيص استثنائي. ترخيص استثنائي توقع. وقعوا الوزير الاول. وقعوا وزير المالية. وقعوا وزير الوظيف العموية وتحديث القطاعات. القطاعات اذا انتهى ينفذ. هاد النقابات. هاد المصالح الادارية. هاد الاحزاب اللي الان قال ستتباكى. وقال سنتي يقول لك الهاشتاغ مع الهاشتاغ ارحل اخنوش. ارحل اخنوش. ونجيبو خناشش اخرين كتر منه. في نوم هاد خناشش اللي غدي يجيب من وراء خنوش. انا خنشوش غدي حمرين الشنتو. واش مشكلة? في اخنوش. حقوقنا ديتوها لينا. احنا اللي مراقين مرة واحدة. شكل اللي خصوش يدوز? ليه مراقين تلعتها تلات مرات. زيتوها من رابعة. واللي ربعة زيتو خمسة. في حين ان انصاف ضحايا النظامين جاء فقط من اجلي اللي عندهم المسار المعني محدود. اللي مراقي فقط جوج مرات او مرة. هادو ما اللي كانوا مستهدفين? اذا هاد هاد المصالح الادارية وهاد النقابات. اش كنتو تتروونو? حين كان عندكم ابناء العاشرة وكان ما تقدروش تقدروك. والصاحبي. والرئيس جمعية يقول النقابات هو بعدو التواحد ما يقربتش هاد شرح اللي يعليش? لان كان عنده ابنه العاشرة. لان كانت عندهم مفل عرس. قليه دار ذاك ليه على المتقاعد قبل الفيونستاش ودار ذاك عليهم. وما قلش وداروا ذاك شي على ما قاس دياله. واحد واحد الفيونستاش من تمه واردوهم متقاعدين. كانوا متقاعدين ولو ردوهم مزاولين. ومتقاعدهم قبل التقاعد. قلتم كلكم تتعبر. اذا لابد لكم ان تتصالحوا مع انفسكم اولا وتعتذرون لانا لانا احنا اللي كنا نستهدافين اصحاب المسار المهني المحدود ثم تتعرفوه. اي حاجة احداث درجة جديدة ولا درجة ممتازة. لابد ان يكون هناك يعني يعني السند القانوني على اساسي هي تبنى. وهو ان يكون عندك مرق مرة او جوج باش يزيدوك يعني يفتحوك باب ترقي للدرجة الجديدة اولا وممتازة. ماشي. تكون عندك تلاتة المرات ويزيدوك الرابعة اربعة ويزيدوك الخامسة مكينة ار 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 از ار بندز. مكينة درجة. من مدرر سابع تامين تاسع العاشر احداش. وكون ستود رابو اطناعش. تتحشموش. لا بد من الاعتدار للناس اللي توفاو كانوا ما الاوائي اللي خالصهم يترقاو. وما الاوائي اللي تقاعدوا ما يفين تاتة عالفين وربعة عالفين وخنسة. والوزير مني اوصلنا لهو المظلومية واللوائح والجذاوي التراقي ديالنا. والباقين عدنا لديسكات. تم ما فينقال لك هادا الميلف مخالف. اما هادوك اللي قالوا لك. ضع حاير نظامين. راح الليتوا على حساب الدكش اللي اللي صرحت بيه النقابات والاقتراحات ديالنا قائبات قريب يالفين وما عشر. هادوك راح صافي تسد الميلف ديالهم. هادا قواعدك دي حينها. هادا ميلف مخالف. هادا ميلف عنده الزنزانة التاسعة هي الاصل. لتقاعدوا بالمادة بالسلام التاسع. لاستابدوا استثنائيا بالمادة مية وطنعاش. من اجل وضع السلام التاسع في طور القيراد. وفكر حصار على السلام التاسع من اجل الترقي بالشرط خمسة عشر الستة من التاسع الى العاشر. من اجل تسريع ترقيتهم. ومن اجل تعويضهم في السنوات التي قرصنت من اجلهم. احددت المادة مية وخمسة عشر من اجل منحهم سنوات الاقدمية الاعتبارية. التي تغطي المدة الفاصلة بين يعني سنة يعني التقييد اداريا وسنة الاستفادة ماديا اللي كانوا تتحنون فيها. ربعات سنين كل سلم من سلم الى سلم كانوا تتحنون لك على الاقر ربعات سنين تلسيب بعد سنين تدوه لك اداريا. اذا ندش اللي غير دولينا الحقوق دينا. اذا الهم لك حل كون داروا يديهم في الدينة نحن نعرف من اين تأكلوا الكاتف. كيف ندافع عن الحقوقنا ونطرافع بشرف وبموضوعية وبما يفيد وبالدلة دامغة وبحرية العقبار. وما تفقينش. مش بحيالكم في الاخر ولا تاقبين لكم الورقة? هلاش لانا امزار زيك خلال هادوك دخلو وخرجو ويمشو الله يعاونه ويعاونه. شب حل? تنكملوا هادشي ونشوفو هادوك. قال لي تنكملوا. علشو صبقوا التاسع? لان التاسع اي واحد عنده عشر سنوات عنده سنوات تفوق عشر سنوات يحتفظ بالسنة التي تفوق عشر سنوات من اجل الاستفادة من الطرق استفادي منها تقيدي بها من اجل الاستفادة من الطرق من العاشر الى الحاضي عاشر. ليه من بعد يشوفو اللي مرتبين في العاشر. اللي متقهدين بالعاشر. اللي استكمل الشرط النظامي تيترقى واللي ما استكملش تيبقى مع غير المستكملين. انا ده كتيت جمعوا كل شيء اللي غير المستكملين. ويشوفو اللي مسي صيغة موحدة. ويصيفطوهم في العمارية. البلاد ساليقين. ساليقين. غالبين. من ثمق يصيفطوهم. الساليقين. اي اضعار ميبان. اذا ما تنسوش. قال لك اجل تعرف. قبل ما تشرف. تولي تخرف. لأعجبكم هذي المحتوى حاولو ببارتاجو. وغادي ندخل معكم ثاني في شي مشكلة اخرى. لانها مزاف بيتقل. وغل سانطقل. ما تنسوش ببارتاجو. بارك الله عليكم.